بسم الله الرحمن الرحيم رسالة مفتوحة في الذكرى الخامسة عشرة للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق أيها العراقيون الأماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمر اليوم علينا الذكرى الخامسة عشرة للاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق في عام 2003 وما يزال مشروع الاحتلال السياسي سائرا في نهجه وغيه ومعنا كل الإمعان في تدمير البلاد والعباد بلا هوادة وتكاد آثاره الكارثية تشتث كل مقومات الحياة في العراق على مختلف الميادين وعلى كل المستويات من الدولة ومؤسساتها إلى حياة الإنسان والخدمات الضرورية اللازمة لعيشه إن التكرار الممل لمراحل المشروع السياسي بأشكالها وتوصفاتها المختلفة على مدى السنوات الكالحة الماضية يؤكد صواب رؤية القوى المناهضة للاحتلال وعمليته السياسية في توصيف المشكلة ووصف علاجها المناسب منذ البداية وأن هذا التكرار وإعادة التجارب الفاشلة يعملان على زيادة عجلة التدهور والفساد وترسيخ الطائفية المقيتة التي هي أسوأ ما سنه الاحتلال وعمل على إحلاله وترسيخه بين العراقيين ولينفع إلا في إعطاء المنتفعين والطارئين والناهبين مزيدا من الوقت والتمكين للسياسيين الذين جاء بهم الاحتلال أو صنعهم على عينه لضمان استمرار طغمة حاكمة متسلطة على حساب شعب معدوم مشرد على الرغم من أن ركائز العملية السياسية من محاصة طائفية وعرقية وتوافقات سياسية قد أثبت التجربة العملية على مدى عقد ونصف فشلها وعدم جدواها في العراق وهذا كله يفسر موقفنا الرافض لها ولجميع مخرجاتها ويبرهن صوابة مسكنا برؤيتنا للحل الشامل الكامل وعليه فإن كل من قدم طائفته على الحق فهو مشارك في مشروع الاحتلال وعليه وزر من نتائج ما حل بالعراقيين من فساد وظلم وضياع أمن وانتشار للفقر والجهل والمرض وقتل وتهجير وتنكيل وانتهاك حقوق وسرقة للمال العام وتضيع للثروات والمقدرات أيها العراقيون المصابرون ههو عام طويل وصعب ومأساوي ينقضي على العراق وشعبه وهو بين كبوة وأخرى وصدمة وأخرى جعلت البلاد والعباد في مهب الريح ومكنت لكل من يريد شرا بالعراقي أن يفعل ما يشاء وأعادت رسم الاستفافات السياسية الجديدة وفق قوانين اللعب السياسي بمقدرات العراقيين والعراق وعلى حساب الشعب ومصالحه في لعبة جديدة قديمة ومقوتة وسمجة إلى حد بعيد فقد تسلط على رقاب العراقيين من جاهر بظلمه وفساده وكانت السلطة مرتعا لكل ذعاهة وصاحب حاجة وطالبي مغنم وهكذا يستمر الخراب الذي مر على العراق وشعبه منذ خمسة عشر عاما وتستمر معه هذه السنين العجاف التي أكلت من الأعمار أغلاها ومن السعادة أجملها في ظل المعاناة التي يعيشها العراق بسبب الغزو والاحتلالين الأمريكي والإيراني وسياستهما الخطيرة إن مرحلة جديدة من عمر العراق تتشكل على الرغم من أنف السياسيين ويرسمها الشعب بسبب يأسه من مجيء خير عن طريق ركائز العملية السياسية المتآكلة والمتهالكة هي الأمل في اكتمال أضلاء الجسد الواحد لتنفس الحرية والوطنية والعيش الكريم في ظل عراق واحد آمن مستقر بعد معاناة عظيمة شاب فيها الأطفال قبل الكبار ومن معالم هذه المرحلة المباركة القادمة بإذن الله انتشار تباشر الوعي بحقيقة ما يجري في العراق في أوساط العراقيين بمختلف توجهاتهم وتعدد مستوياتهم وتنوع مشاربهم وبما يؤسس لقواعد متينة يمكن البناء عليها لعملية تغيير شاملة تنتفض على الواقع السياسي الموجود اليوم وتلفظه بكل تفاصله وتعمل على صناعة فكر جماهيري شعبي حي ينهض بالعراقيين جميعا من كبوة هذه المرحلة السوداء في تاريخ العراق الحديث أيها الشعب الصابر الأبي الخير كل الخيري معقود في نواصيكم ووعيكم ونبدكم للطائفية وألعاب السياسيين وخداعهم المستمر فقد حان وقت العمل ورص الصفوف ووحدة الكلمة والوقوف بوجه الباطل ورفضه والتعويل على الله وحده بعيدا عن التدخلات الخارجية أي أن كان مصدرها والله معنا ولن يترنا أعمالنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الأمانة العامة في الثالث والعشرين من رجب 1439 للهجرة التاسع من نيسان 2018 للميلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر